السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب وكل سنة وانتم طيبين النهاردة ان شاء الله هعمل روتين بسيط كده وانا قاعدة عند ماما بس هنعمله في قط النوم طبعا الاودم كركبة يعني بص انتوا شايفين عاملة ازاي كل حاجة على بعضها لاني معظم الوقت بنبقى قاعدين وحاطين شيلة كده في الارض وقاعدين عليها وممكن كمان الولاد تنام على الشيلة دي اه بالنسبة للدفاية اللي انتم شايفينها دي اه هما بيضغطوا بيها علشان احنا بنولع التكيف وبالليل الجوي بيبقى سقع جدا فبيضغطوا بيها واهم حاجة ما تنسونيش في اللايك الجميل منكم والكومنت الحلو وتشير الفيديو لكل صحابكم علشان الفيديو ترفع ويشوفوا عدد كبير من الناس دلوقتي بقى انا بحاول ان انا اشيل الشيلة اللي هما بيعودوا عليها واحنا كمان بنعود عليها هنا هشيلها على جنب وهنطبق المفرش التاني كده زي ما انتم شايفين طبعا انا قعدة الايام كلها اه عندي ماما وكمان مقضية العيد معها ربنا يخليها ليه يا ربو يعني يبارك كده في عمرها لاني هي بصراحة هي اللي بقيتنا يعني دلوقتي فربنا يكرمها يا رب ويخليها لينا ودايما كده مفتوح بحسها ودلوقتي عاركت بالفواطة لان فيها هدوم كتيرة جدا هشيل الهدوم اللي محتاجة انها تتغسل والهدوم اللي احنا بنلبسها بنضيفها هعلقها واسبها كده الوحدة تمام كده جي كده الهدوم كلها اشغل عليها الغسالة وهعلق الهدوم التانية طبعا احنا عشان حالة الوفاية كل الهدوم بتاعتنا بنلبسها اول عيد وبابا مش معنا ربنا يرحمه ويسكنه وفسيح جناته ويتجاوز عن سيئاته ويخفله ويسامحه اللهم امين ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا طبعا الموضوع صعب جدا 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 علينا ربنا يصبرنا على قد غلوته يا رب واخر حاجة هعلقها الشنطة بتاعتي انا عايز اقول لكم ان انا رحت جبتي هدوم ليا وهدوم للولاد لان بصراحة كنا محتاجين هدوم ودلوقتي هكنص الارض بالمقشة كده انا عايز اقول لكم الدنيا نظيفة بس احنا بنروق كده مع بعض اول بول علشان في ناس لغاية دلوقتي بتجي تعزينا فدايما الشقة بتبقى نظيفة ومن غير اي حاجة اصلا ماما بتحب النظافة جدا والنظام في كل حاجة دايما تحب الشقة نظيفة مرتبة منظمة لو شلنا حاجة من مكانها لازم لازم ترجع مكانها هو ده عندها نظام كده مخصوص يعني ربنا يبارك فيها ودلوقتي هرتب معاكم السرير ده الازدال بتاع ماما اللي هي بتصلي به على طول بتبقى قاعدة تصلي على الكرسي ده فيه مصلية وفيه الازدال بتاعها قصد الخمار بتاعها مش ازدال ازدال ايه ده خمار شجعوني باللايك انا قاعدة فترة كبيرة هنا عندي ماما فلو شجعتوني ورفعتولي الفيديو ان شاء الله اعمل معاكم روتينات كتيرة انا عايز اقول لكم برضو لما بعمل للروتينات وبنزلها وكده وبلاقي تشجيع انتو بتشجعوني اكتر ان انا عمل لكم روتينات كل يوم لان ده روتين حياتنا اليومية كل يوم بنعمل روتين فان شاء الله اعمل لكم روتينات هتعجبكم جدا الفترة الجاية وكده خلاص رتبنا السرير انا عايز اقول لكم كمان انا لمعت الموبيلية بس ما صورتش الجزء ده علشان الفيديو مايبقاش طويل لسه فيه حاجات تانية هنعملها مع بعض النهاردة هنشوف الغسيل اللي احنا هنحتاج ان احنا نخسله هننظم الغسيل مع بعضه لو فيه الوان لو فيه فواتح هنشوف اه ايه الاكتر فيهم ويه هنعمل برنامج هنشغل برنامج الغسيل ده بصراحة كل يوم احنا بنخسل فالغسيل ده حاجة اساسية عندنا كل يوم دي بنتي اختي يا جماعة كان نفسها انها تطلع معايا في الفيديو شجعوها بقى وحطوا اللايك عشان خاطر طمورة زبطنا البرنامج وهنحط كمان المسحوق انا هنا كنت بدور على كلوروكس الوان ما كنتش لقيا بصراحة انا بحب احط مع الالوان كلوروكس الوان ومع الفواتح كلوروكس ابيض هنرتب بقى الحاجات اللي محتاجة انها تتشيل هنضف الرخامة البتنجان اللي انتو شفتوه من شوية ده انا كنت شاوية اهو هعمله بابا غنوج ضايت انا بحبه جدا جدا بصراحة بصوا هنا انا لقيت الكوروروكس اللي انا كنت بدور عليه هروح اضيفه بقى في الغسالة وهاجلكم اه طبعا هنا في حلل احنا كنا اتغدينا الحمد لله فضل ونعمة وعايزة افض الحلل واشوف هعمل ايه كنا واكلين فتة في بقى شوية عيش محمص كده فاضوا هحطهم في علبة التلاجة هعمل يعني شوية فتة كده في علبة التلاجة واسبها اي حد من الولاد اه كان جعان او حاجة يلاقي حاجة يكلها يعني احنا بعد الغداء مش بنتعشة يعني العشة بتاعنا بيبقى خفيف خالص لكن من الولاد لو جعت عادي يعني تلاقي حاجة موجودة وفي نفس الوقت طبعا الحلل كانت محتاجة ان هي تتفضى كان شوية رز صغيرين فضتهم هتلاقي دلوقتي السلسة بتاعت الفتة برضو شوية صغيرين هفضيهم دلوقتي عارفين بقى حلل حلل كده محطوطة وفيها بوائي اكل صغيرة فانا قلت اجمعها في العلبة بتاعت التلاجة واسبها على جنب انا ما كانش عندي مواعين غير الحلل اللي انا فضيتها معاكم دلوقتي اهو والصغ بتاع الميكرويف اللي كان فيه العيش غير كده المواعين كانت مخصولة وكل حاجة زي الفل انا هنا كنت بولع على الشربة واللحمة هاخسل المواعين بقى اللي تلعت قدامكو دي شايفين بقى كل مكانة المواعين بسيطة هتخلص على طول معانا ومش هتاخد وقت كبان معانا علشان كده طول ما انا واقفة بعمل اكل في المطبخ مش بخرج غير لما بخلي الحوض نضيف انا متعودة على كده لازم الحوض يبقى متشطب البتوجاز مخصول الرخامة لما اعتها معاكم كل حاجة في المطبخ كده نضيفة ما كانش ناقص غير المواعين اللي تلعت معاكو دي كده خلاص غسلت المواعين ويه هاخسلها كده من الصبون هنشطفها يعني ويه هرصها كده آآ علشان تصفى من المياه الحقيقة هنا انا ما عنديش صفاية اصفى عليها الحلل آآ لكن انا بحطها كده بكفيها تمام وبعدين باخد بقى الحلل دي كلها ارصها في الضرفة وفي حلل بحطها للي استخدامها على طول هي ماما بصراحة بتحط كده حلة كده تحت ايديها اللي هي بتعمل فيهم الاكل باستمرار لكن في حلل تانية آآ لو هنعمل كميات كبيرة بنطلحها طبعا لو عندنا ناس وكده غير كده بيبقى في حاجات معينة كده محطوطة على طول هنا في المكان ده اخر حاجة بقى صاج الميكرويف اهو هاخسله وحطه برضو في الميكرويف انا كنت محمرة في العيش بتاع الفتة اتمنى روتيني النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل علشان كل منازل فيديو يجي لكم اشعار به واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة